أمرت قضية انتحادية في واشنطن أمس الاثنين بإلزام إيران بدفع مبلغ مالي يزيد على 104 ملايين دولار لضحايا هجوم بشحينة ملغومة يعود إلى شهر حزيران يونيو من عام 1996 بالظهران في السعودية أسفر عن قتل 19 جنديا أمريكيا وأصدرت القضية حكما على إيران والحرس الثوري الذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر وفقا لوكالة أنباء رويترز